بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دلة أسية شاملة ورائعة لبكالوريا 2020 شعبة رياضيات أنصح بي شعبة علوم تجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دلة جد جد قيمة وتحمل أفكار رائعة حيث قال واحد روماني دلتان عددية تاني جي وآش معرفتان على المجال من ناقص ملنية إلى صفر مغلق كما يلي جي لإكس ناقص اثنان أسية إكس وآش لإكس سيئنا إكس في أسية إكس زائد واحد قال حدد إشارة كل من آش لإكس و جي لإكس على المجال من ناقص ملنية إلى صفر ثاني روماني قال الدلة العددية أف معرفة على المجال كذلك من ناقص ملنية إلى صفر مغلق بأف لإكس سيئنا إكس ناقص ثلاثة في أسية إكس زائد نصف إكس مربع قال سي أف تمثيلها البيانة في المستوي المنسوب إلى المعلم متعامل المتجنس أن F فتح لإكس سيكون H لإكس زايد جي لإكس بقى الإستنتاج اتجاه تغير دل أف على المجال من نقص من نهاية إلى صفر ثم قال ثانيا أحسب F لصفر وليميت F لإكس لما إكس يولي لنقص من نهاية ثم شكل جدول تغيرات الدل أف ثالثا قال بيّن أن المعادلة F لإكس تساوي لنا الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا يعني هذا ألفا ينتبه من نقص من نهاية إلى صفر ثم تحقق أن ألفا محصول بين نقص واحد ونصف ونقص واحد فاصلة أربعة هنا أكيد مباناة قيم المتوسطة رابعا قال بي هو التمثيل البياني للدل ما هي الدلالة هي واحد على اثنان إكس مربع على المجال من نقص من نهاية إلى صفر قال ألف أحسب نهاية F لإكس نقص واحد على اثنان إكس مربع لما إكس يولي نقص من نهاية ثم فسر نتيجة بياني وهنا ننتبه جيدا لهذه النقطة ثم قال با أدرس الوضع النسبي للمنحنيين بي و سي أف ثم قال أنشئ المنحنة بي ثم المنحنة سي أف على المجال من نهاية إلى صفر ثم خامسا قال ليكن أم وسيطا حقيقيا ناقش بيانين حسب قيم أم عدد حلول معادلة القيمة المطلقة لأفلي إكس تساين أسية أم في المجال من نهاية إلى صفر إذن لنطبق على بركة بلاف الشرح المفصل نطبق أبناء السؤال الأول قال حدد إشارة كل من أشلي إكس وجي إكس لكن على المجال من نهاية إلى صفر مغلق إذن نكتب هنا تحديد إشارة ماذا جي إكس وقاش إكس على المجال وهو من ناقش مال النهاية إلى صفر ركزوا هنا أرجوكم أولا نقول لدينا ماذا لدينا أن جي إكس تساين ماذا ناقش إثنان في أسية إكس نحن نعلم أبناء أن أسية دائما شيء مجب لما نضربها في الناقش تصبح لنا ومنه ناقش إثنان في أسية إكس تصبح لنا قيمة كفية سالبة أي ماذا أي جي لإكس قيمة أفوا قيمة سالبة لماذا لأن الأسية مجابة نضربه في ناقش إثنان تصبح لنا سالبة وعندنا كذلك أمر آخر وعندنا كذلك ولدينا ماذا لدي أعفوا وقلت ولدينا الأمر الآخر أن ماذا أن أسية إكس شيء مجب زائد واحدة كذلك شيء مجب وعندنا إكس كيف هو قيمة سالبة على المجال من ناقش مال النهاية إلى صفر يا أبناء الإكس في أصله الإكس حتى نفهم جيدا إذا تينا إلى الإكس ينعادم عند الصفر من هنا نفس ومن هنا عكس لكن نحن نحتاج هذه الجهة يعني نحتاج الجهة السالبة إذن لما نأتي إلى عبارة مجابة ونضربها في عدد سالب أكيد سوف تقلب نقول ومنه إكس في أسية إكس زائد واحد تصبح لنا قيمة كيف هي سالبة أي ماذا أي آش لإكس تصبح لنا قيمة سالبة أرجو قد فهمتم يا أبناء إذن عندنا سية إكس زائد واحد مهما كان هي قيمة مجابة والإكس عندنا سالب في المجال من ناقص من نهاية إلى صفر لما نأتي إلى هذه القيمة المجابة ونضربها في عدد سالب أكيد تصبح لنا قيمة سالبة أي آش لإكس قيمة سالبة وجي لإكس كذلك قيمة سالبة تماما نأتي بعدها أبناء إلى الجزء الثاني قال أدى لأف المعرفة على مجال من ناقص من نهاية إلى صفر قال أف لإكس سيكون إكس ناقص ثلاثة في أسية إكس زائد نصف إكس مربع قال بيّن أنه من أجل كل إكس ينتمي من ناقص من نهاية إلى صفر أن أفتح لإكس سيكون إعش لإكس زائد جي لإكس يعني سيكون هذه القيمة زائد هذه القيمة إذا نكتب هنا البرهان أو التديان أنه من أجل كل إكس من المجال من ناقص من نهاية إلى صفر أن ماذا؟ أن أفتح لإكس تساوينا ماذا؟ تساوينا عش لإكس زائد جي لإكس لاحظوا وانتبهوا نقول هكذا الدالة أف قابلة للإشتقاق على المجال وهو من ناقص من نهاية إلى صفر ودلتها مشتقة تصبح حيث تصبح هنا أف فتح لإكس يساوي معناه نأتي لهذه الدلة كما تعلمون أن هذه إي في ذي نحن نعلم قانون أن إي في ذي مشتق هذا الجداء بشينا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول يعني مشتق إكس نقص ثلاثة أكيد هو واحد مشتق الأول في الثاني زائد مشتق أسية إكس معروف هو نفسه أسية إكس مشتق الثاني في الأول إذن هذا مشتق هذا الجزء ثم زائد واحد على اثنان ما هو مشتق إكس مربع هو اثنان إكس أكيد هذا مع هذا يذهب بشرة فاصبح هنا تساوي لاحظوا هنا وانتبهوا مع أبنائي صبح هنا أسية إكس زائد إكس أسية إكس ثم هذا في هذا ناقص ثلاثة أسية إكس ثم ماذا؟ ثم زائد إكس لأن هذا مع هذا ذهب صبح هنا تساوي انتبهوا عندنا هذا مع هذا يعطينا ناقص إثنان أسية إكس ثم عندنا هذا نستخدم هنا إكس على المشترك زائد إكس في أسية إكس زائد واحد انظروا هذه لي جي لإكس وهذه لي آش لإكس لاحظتم نقول وتساوينا ماذا؟ جي لإكس زائد آش لإكس وهو الجواب نقول ومنه آف فتح لإكس تساوي لنا آش لإكس زائد ماذا؟ زائد جي لماذا؟ جي لإكس كما تعلمون أن الجمعة عملية تبديدية فقط أرجو قد فهمتم الفكرة نقمنا باشتقاق هذه فوجدنا عبارة هذه زائد هذه ما يدل على هي جي لإكس زائد آش لإكس بعدها بناء إلى سؤال آخر قال استنتج اتجاه تغير الدل أف على المجال من ناقص من نهاية إلى صفر إذا نكتب هنا استنتاج اتجاه ماذا؟ تغير الدل أف لكن على المجال اللي هو المعطم الناقص من نهاية إلى صفر نقول بما أنه ماذا؟ بما أنه آف فتح لإكس تساوي لنا آش لإكس زائد جي لإكس حيث ماذا؟ حيث جي لإكس قيمة سالبة وماذا؟ وآش لإكس كذلك قيمة سالبة تخيل الآن هذا سالب وهذا سالب ماذا يغطي لنا؟ مثلا كأن نقول هكذا ناقص إثنان شيء سالب ونضيف مثلا ناقص واحد شيء سالب يعني هذه قيمة كيف تصبح تصبح لنا قيمة سالبة إذن هذا الأمر كذلك يا أبني نقول ومنه آف آف فتح لإكس قيمة سالبة إذا جمعنا مثلا سالب تماما مع السالب أكيد تصبح لنا سالب تماما إذن بما أن المشتقة سالبة تماما نقول ومنه آدال آف متناء قيسة كيف تماما على ماذا؟ على المجال الذي ندرس فيه على المجال من ناقص مال النهاية إلى الصفر فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى قال أحسب F لصفر إذا نكتب هنا حساب F لصفر نأتي الآن إلى عبارة الدلة ها هي أمامكم ونعوذ بالصفر إذن هنا صفر 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 وصفر المعروف أنه أسية صفر هي واحد هذا شيء نفرغ منه معناه تصبح لنا هذه كلية نتذهب إلى صفر أكيد تصبح لنا كام تصبح لنا ناقص ثلاثة ثم طلب مننا أن نقوم بحساب كذلك النهاية حساب للمت أف لأكس لما الأكس يقول إلى ناقص مال النهاية إذن تصبح لنا هكذا أف لأكس بحساب كامل ناقص ثلاثة في أسية أكس زائد واحدة على اثنان في أكس مربع لكن الـ أكس يقول إلى ناقص مال النهاية نحن نعلم نهاية الشهرة كما تعلمون أبناء أنها هي للمت إكس وآن في أسية إكس لما الـ إكس يقول إلى ناقص مال النهاية تصبح لنا الصفر مع آن عدد طابعي ينطلق من الواحد يعني هنا ماذا نفعل أكيد سوف ننشر لماذا هذه القيمة يعني علينا أن ننشرها تصبح لنا كام تصبح لنا هكذا للمت إكس أسية إكس ناقص ثلاثة أسية إكس زائد واحدة على إثنان في إكس مربع لما الـ إكس يقول إلى ناقص مال النهاية لماذا؟ حتى هذا يذهب إلى الصفر وعندنا كذلك نهاية أخرى معروفة أن ماذا؟ أن المت ناقص بإكس لما إكس يقول إلى ناقص مال النهاية معروفة أنها الصفر يعني هذه كذلك تتبعها الآن نعوض هنا بالنقص مال ناقص مالي مربع أكيد تعطينا لنا ماذا؟ تعطينا لنا أنزائد مال النهاية فقط أرجو قد فهمتم؟ النهاية أبنائي إذن لماذا قمت هنا بعملية النشرة حتى نتحصل على هذه النهايات الشاهرة ثم جاء السؤال الآخر قال ثم شكل جدول تغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة الدالة الآن ننطلق نقوم برسم جدول ودائما أنصحكم باستعمال الأدوات المدرسية من بينها المسطرة هكذا وعندنا الجزء المشتقى ونقوم هكذا وهكذا قل دائما أنصح ابنائي العزاء باستعمال الأدوات المدرسية حتى تكون أموركم جدو منظمة إذن أولا عندنا X من ناقص ملا نهاية إلى الصفر وعندنا F فتحة لX قلنا قيمة سالبة وعندنا F لX ننزل هكذا الآن لما حسبنا النهاية عند النقص ملا نهاية وجدناها زائد ملا نهاية وصورة صفر هي ناقص ثلاثة ها هي F لسفر كم ناقص ثلاثة فقط لما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى سؤال آخر لكن نحتاج هذا جدول التغيرات لأنه أكيد سوف يساعدنا في بعض الأشياء إذن لاحظوا هنا أبنائه إذن قال السؤال بين أن المعادلة تقبل حل وحيد ألفا إذن هنا أكيد مبرهنة قيمة توسط إذن البرهن أن المعادلة F لإكس تساعد الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث الألفا قال ينتمي من ناقص من النهاية إلى الصفر لاحظوا هنا أبنائي وانتبهوا أكيد هنا نقول هكذا بما أن الدالة F أولا كيف هي مستمرة ورتيبة كيف يعني هي متناقصة من أمره رتيبة على المجال رتيبة تماما على المجال من ناقص مالا نهاية إلى الصفر والأمر الآخر وعندنا limit F لإكس لما X يؤول إلى ناقص مالا نهاية وعندنا F لصفر يسأل ناقص ثلاثة أي ماذا اسمعوا جيدا أي أن واحد مجب والآخر سالب يعني limit limit F لإكس قلت لما X يؤول إلى ناقص مالا نهاية ضرب F لصفر يكون قيمة سالبة لماذا أبنائي ها هو مجب وسالب يعني من هنا لو نمر من هنا إلى هنا أكيد سوف نجد في طريق الصفر ذلك الصفر سابقة وهي ألف حتى نفهم الفكرة جيدا نقول حسب مبرهنة القيم المتوسط فإن المعادلة F لإكس تسعي لنا الصفر تقبل حلا وحيدا ألف حيث حيث الألف عندنا قال ينتمي من ناقص من نهاية إلى الصفر لاحظوا وانتبئ ثم قال ثم اتحقق أن ألف محصور إذا نكتب هنا اتحقق أن ألف محصور بين ناقص 1.5 وناقص 1.4 هنا الأمر جدا بسيط نأتي إلى الدلة إذا هاتينا إلى عبارة مثلا الدلة ها هي ها هي عبارة الدلة ونعوض هنا بماذا بناقص 1.5 ناقص 1.5 ناقص 1.5 وهنا ناقص 1.5 الكل مربع هكذا أكيد إذا نصبح F لناقص 1.5 لما نحسيبها بالتقريب كم وجدناها وجدناها 0.12 وكذلك F لناقص 1.4 لما قمنا بحساب نفس شيء نصبح ناقص 0.1 انظروا 1 موجب وآخر سالب فتصبح لنا هكذا F لناقص 1.5 ضرب F لناقص 1.4 سالب ومنه أصبح 1 محصول مباشرة ناقص 1.5 وناقص 1.4 فقط أرجو قد فهمتوا الفكرة الآن يا أبنائي ما الفائدة من هذا السؤال ما هو الفائدة بين أن المعادلة F سينصر تقبل حلا وحيد ثم أعطي تفسيرا هندسيا لذلك نقول هناك تفسير هندسي حتى نكون على دير نقول ومنه CF يقطع ماذا يقطع محور الفواصل في النقطة في النقطة ذات الفاصلة من الفاصلة الفا يعني لما يمر مثل المنحن عندنا يأتي مثلا هكذا المقصد من ذلك في هذا المكان تكون لنا الفا بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى جزء آخر له رابعان قال P هو التمثيل البياني للدلا نصف X مربع على المجال من نقص إلى صف قال وحسب نهاية التلفق إذن نكتب هنا حساب limit أفل X ناقص 1 على 2 X مربع لكن لما X يقول إلى ناقص من أنهي لاحظوا وانتبهوا إذن ماذا نقول تصبح نهاية limit X ناقص ثلاثة في السية X زائد 1 على 2 X مربع ناقص 1 على 2 X مربع هكذا لما X يقول إلى ناقص مربع أول شيء هذا يذهب وماذا تصبح تصبح لنا تساوي لنا limit non short تصبح X X ناقص ثلاثة X لما X يقول إلى ناقص مالا نهاية اسمعوا جيدا هذه قلنا نهاية شهرة وهذه سية ناقص مالا كذلك نهاية شهرة إذن تعطي لنا صفر إذن وجدنا صفر ثم فسر النتيجة البيانية التفسير البياني إذن التفسير من التفسير البياني والتفسير البياني هنا جدا نحن تعلمنا أنه إذا وجدنا مثلا هكذا limit A في X ناقص A X زائد B هذه لما X يقول إلى زائد أو ناقص مالا نهاية وجدناها صفر كنا نقول أن المنحنى يقبل مستقيما مقاربا مائلا معادلته هي Y X Z B لكن لو تلاحظون جيدا هنا ليس مكتوب على شكل A X زائد B لأن الكثير يقول مستقيم مقاربا لا يا أبني هذه X مربع ليس بمستقيم إنما منحنى ولهذا جاءت عدة مرات في شعبة علم تجرب والتقنية والتقنية والرياضي هذا السؤال إذن نقول هنا CF يقبل منحنى مقارب عندنا المستقيم المقارب الذي يكتب A X Z B Y Z أما إذا وجدناها مثلا X مربع أو X مكعب أو أسية X أو جذر X أو لغة X فأعلاموا يا أبنائي أن هذا يسمى منحنى إذن إذن CF يقبل منحنى مقارب P معادلته Y يسوينا 1 على 2 X مربع عند أو بجوار الناقص مال نهاية هذا هو التفسير الحندسي حتى نفهم جيدا ليس بمستقيم مقارب بعدما أنهينا من هذا السؤال جاء سؤال آخر قال أدرس الوضع النسبي لمنحنى P و CF إذن نكتب هنا دراسة الوضع النسبي لمن ل P و CF نقول هكذا ندرس إشارة الفرق من هو الفرق اللي هو F لX ناقص 1 على 2 X مربع على مربع المجال من ناقص مال نهاية إلى صفر أنه قال كلاهما معرفة من ناقص مال إلى صفر تصبح لنا F لX ناقص 1 على 2 X مربع يساوي ماذا قلنا يساوي X ناقص 3 في أسية X زائد 1 على 2 X مربع ناقص 1 على 2 X مربع قلنا أكيد يذهب هذا مع هذا تصبح لنا ماذا تصبح لنا X ناقص 3 في أسية X لكن نحن نبعث عن الإشارة عندنا أسية X شيء مجب لا جدال فيه أي إشارة X ناقص 3 و X ناقص 3 معروف أن ناقص عند 3 إسمعوا جيدا نأتي هكذا وهكذا وهكذا إسمعوا إذن هنا لاحظوا هكذا أولا نأتي من هو المسؤول إذن X عندنا X ناقص 3 أين ينعدم أكيد ينعدم عند 3 من هنا نفس ومن هنا عكس وهنا عندنا F X ناقص 1 2 X مربع لكن نحن ندرس على المجال قلنا ماذا من ناقص من النهاية إلى صفر ما معناه معناه يا أبنائي ها هي ناقص من النهاية ها هي زائد من النهاية وها هو الصفر ننزل هكذا هنا يبقى ناقص أكيد وهذا الجزء سوف نقوم بتشطي به لماذا لأن لا نحتاجه هكذا ونكتب هنا الوضعية ها هي الوضعية نسمية إذن هنا تبقى هنا الإشارة أكيد ناقص أن المسؤول هو X ناقص 3 هذا الجزء قموا بتشطي به يعني لا نحتاجه ثم ماذا نكتب نكتب هكذا نقول CF يقع تحت أو أسفل ماذا أو أسفل أسفل P فقط أنه جاء إشارة ناقص أما هذا الجزء قم بتشطي به فقط بعدما أنهينا أبنائي من هذا جاء سؤال آخر قال أنشئ المنحنة P ثم المنحنة CF لكن عن المجال من ناقص من النهاية إلى الصفر أولا لرسم هنا ما علينا إلا أن نقول هنا X وهنا 1 على 2X مربع نوطي قيم تقريبية مثل ما نقوم برسم مثلا مستقيم المستقيم قلنا نوطي له قيم ماذا قيم تقريبية إذن نكتب هنا قلنا X وهنا 1 على 2X مربع إذن هكذا أفوا إذن أولا إذا أعطينا صفر معنا ماذا نتحصل ها هي يعوض الآن هنا بالصفر سوف نتحصل على صفر إذا أخذنا مثلا ناقص 1 يقول أحدكم لماذا لم تخذ القيم مجابة لأنه من ناقص من ناقص إلى صفر عوض الآن صبحنا 1 على 2 في ناقص 1 مربع تعطينا 1 على 2 عوض الآن بـ 2 صبحنا 1 على 2 في 2 مربع لهو 4 نختازل من هنا ومن هنا سوف نتحصل على 2 يكفينا عفوا هنا نعوض بالنقص 2 أذروني قلت نعوض بالنقص 2 لأن القيم سالبة لا نعوض بالقيم المجابة يكفينا هذه إذن صفر مع صفر ناقص 1 مع ماذا مع نصف يعني يأتينا هنا ثم عندنا ناقص 2 مع ماذا مع الاثنان هنا ويمكن الآن الربط بين هذا هكذا ننظروا جيد ها هو المنحنة بالتقريب يا ابني ها هو المنحنة B ونضيف من هنا هكذا هكذا ونسميه المنحنة B لأنه هو من سماه B لحظتم ثم الآن نأتي إلى المنحنة الآخر أولا عندنا صورة صفر هي ناقص 3 صورة صفر هي ناقص 3 معناه هنا وعندنا الآلف ها هي أمامكم من ناقص 1 محصور بين ناقص 1 ونصف وناقص 1 فصل 4 يعني بالتقريب هنا يأتينا الآلف والأمر الآخر المنحنة سيقع أسفل هذا المنحنة B معناه لو نأتي بالرسم سوف يأتي هكذا هو مقارب له وينزل هكذا ها أفوا أفوا سوف نأتي رويدا رويدا لن يكون يقاربه يعني من هنا دائما يقترب إليه ثم ينزل لينزل في الأصل هو يسعد لكن أنا أوضع هكذا ثم هكذا ننزل إلى تلك القيمة هذه المنحنة الأصلي يصبح من هنا ها هو يأمني هكذا ويسعد ليصبح يقترب من هنا في الأصل هو ماذا ينزل يعني لأن نحن الوضعية لا تساعد عيدنا إذن ها هو المنحنة كان يقترب من هنا وأصبح ينزل إلى أن وصل إلى الناقص إلى الترتيب ناقص ثلاثة ونسميه مثل ما سمي المنحنة سي ليكون أم وسيطا حقيقيا ناقش بيانيا وحسب قيم أم عدد حلول المعادلة القيمة مطلقة لأفل إكسسيون ونفسية أم في المجال أكيد من ناقص معنية إلى سفر إذن نكتب هنا المناقش البيانية إذن نحكي عنوان المناقش البيانية نلاحظ هنا وانتبه نكتب تلك الجملة اللغوية المشهورة نقول هكذا الحلول البيانية لمن للمعادلة من هي المعادلة المعادلة اللي هي القيمة المطلقة لأفل إكس تساوي أن السيد أم هي ماذا هي هي فواصل دائما حلول معادلة البيانية أو مترجحة هي فواصل يعني إسقاط على محور الفواصل هي فواصل نقط تقاطع اسمعوا جيدا الكثير يقول سيف لا هي فواصل نقط تقاطع من تقاطع منحنى الدال القيمة المطلقة هذه لأن هنا ليس عندنا آفل إكس إنما القيمة المطلقة لآفل إكس يعني هنا منحنة الدال من القيمة المطلقة لأفعال تنفهم جيدا ركزوا جيدا مع إذن هي فواصل نقط تقاطع منحنى تقاطع نقط تقاطع منحنى الدال القيمة المطلقة لأف مع المستقيم. اذا سميناه دي ام نسبة الوسيط ام ذو المعادلة يعني هنا ننزع كلمة قيمة مطلقة. تسينا السية ام. يعني هي منقشة افقية. يعني نضيف هنا يعني افقية. افقية. هذه اتفقنا عليها يا ابنائي بانها معروفة انها. الجهة هذه اللي يوجد فيها اكس اذا هي منقشة افقية. هذا الفكرة الاولى. الان لكن كم ملاحظة حتى نفهم جيدا. نقول ومنحنا ادال القيمة المطلقة لأف يقع فوق محور الفواصل. هذه ملاحظة جيدة. كيف يا ابنائي? نحن نعلم ان اذا كانت عندنا الدلة بالقيمة المطلقة. ما كان فوق يبقى. يعني هذا الجزء يبقى هوه يعني ينطابق. والجزء السفلي نناظره بالنسبة الى حمور الفواصل. يعني كيف? يعني منحنا يصبح لكم بهذه السيغة. ها كذا. ها هو كيف يصبح. هذا من? هذا منحنا القيمة المطلقة لدل اف. حتى نفهم الفكرة جيدة لانها هو تمرين جدو خاطر في هذه الفكرة. اذا نحن اعتدنا على اف ل اكس لكن هنا اصبحت القيمة المطلقة ل اف ل اكس. وهذه جاءت كذلك في احد باكالوية التقنية الى الفين وثمانية عشر. فنقول الحلول البيانية للمعادلة القيمة المطلقة ل اف ل اكس سيكون اسية ام هي فواصل نقاط تقاطع منحنا الدالة القيمة المطلقة ل اف مع المستقيم د ام ذو المعادلة. هنا دائما تقول قاعدة انزعوا هذه الكلمة ووضعوا ايجراج. ايجراج يسيكون اسية ام وهذه افقية لان هنا مهما كان لا يوجد اكس. ومنحنا الدالة القيمة المطلقة ل اف يقع فوق محوار الفواصل. ها هو ظهر امامكم. الان نأتي مع المناقشة. اسمعوا جيدا. ها هو يا ابنائي كيف تأتي ملعام الهلاقات. المناقشة افقية. اول شيء احتى ننتبه انه كملاحظة انه اسية ام قيمة كيف هي في الرياضي. الاسية دائما شيئا شيء موجب. بما ان شيء موجب معناه سوف ننطلق. انظروا جيدا. الان تقاطع هذا المستقيم الاسود مع المنحنة الاخضر فقط. الازرق لا يهمون لان المنحنة الازرق هو للدالة اف. لكن نحن نتعلم مع القيمة مطلقة ل اف. فيكون المنحنة الاخضر. اذا هنا من هنا ونصعد. انظروا. كم يوجد تقاطعين؟ ها هو واحد وها هو الاخر. نزيد كم تقاطعين؟ تقاطعين الى ان نصل الى هنا. يعني من اين انطلق هذا اجراج انطلق من هنا الى هنا. اذا واحد واحد. ماذا? نقول اسية ام محصورة ما بين الصفر. ماذا? وثلاثة. لان اجراج يساوي اسية ام. ما ياخذه ام. ما ياخذه اجراج يتاخذه اسية. من اين؟ من هنا الى هنا. يقول احدكم يا استاذ لماذا هنا لم تقل او يساوي السفر. لان الاسية اتفقنا عليها. انها مجابة تماما. لاحظتم. الان نحن لا نبعث عن اسية. انما نحو قال ناقش حسب القيم ام. اذا هنا ندخل لغة الاتمية على كل طرف. لكن هنا بما ان هذه القيمة مجابة معناه لا دخلنا فيها. اي تصبح كذا. اي تصبحنا اسية ام اقل او يساوينا الثلاثة. لان حتى عند الثلاثة يبقى تقاطعين. ها هو تقاطع وها هو تقاطع. لاحظتم. ندخل اللغة من هنا. كذلك وندخل اللغة من الطرف الاخر. نصبح لنا ولغة ما من هنا. عندنا من خواص اللغة ان هذا ينزل تصبح لنا ام في لغة الاسية اقل من او يساوينا لغة الاتمية ثلاثة. لغة الاسية معروف ان لغة الاسية معروفة انها تساوينا واحد. معناه اي ام يصبح اقل او يساوينا ماذا اللغة ثلاثة. نقول للمعادلة حلان كيف هما متمائزان او مختلفان لانهما ها هو واحد وها هو الاخر. الان من هنا ها هو اكمل اعفوا ها هو اكمل المستقيمة الصعود. كم يجد من تقاطع يجد تقاطع واحد. الى غاية ماذا؟ الى غاية زايد مالا نهاية. نقول الثانيا السية ام تكون اكبر من الثلاثة يعني من هنا فما فوق. فما فوق الى غاية هنا. فنقول ندخل اللغة الاتم. اسمحنا اي? لغة الامة? السية ام اكبر من الغلاثة. ينزل هذا هنا اصبحنا ام اكبر من اللغة الاتمة الثلاثة يعني اكبر تماما. نقول للمعادلة حلا وحيدا. لم يقال الإشارة إنما قال عدد الحلول فقط حلاً وحيد يعني إسقاطاً وحيداً لاحظتم؟ يعني هنا لو بقينا نتعامل مع منحنة ده لأف لا كنا في خطأ إنما نتعامل مع منحنة القيمة المطلقة لأف يعني يقع فوق ثم نعمل هكذا فقط أبناء وفي الأخي الأبناء بناتي الأجزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترح ومن الرحمن الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الانستغرام أو الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديداً باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته